هناك في الإسلام سنن الفقرة سنن فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها منها حلق العانى يعني حلق الشعر الذي ينبت حول القبل من الذكر أو من الأنذر لابد أن يحلق لا يترك أكثر من 40 يوم ومثله نجف العب لا يترك أكثر من 40 يوم لا يترك أكثر من 40 يوم تقليم الأظافر كذلك لأن المسلم نظيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر من طريق يقول الناس قد مر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق لطيب الريح الذي يكون في الطريق وكذلك لابد الذكر أن يختتم لكن لا نخاطب الكفار بالختام نخاطب الكفار بالتوحيد لا يترك أكثر من 30 يوم وكذلك لابد الذكر وكذلك لابد الذكر وكذلك لابد الذكر لأن بعض الكفار يمنع من الدخول في الإسلام الختام بعض الكفار يخاف أن الإسلام يختتم كانوا يخاف أن أعلمون إسراء وعلمين إن dibتطأ في إسلام وأن أخبروا الناس قد نحب الإسلام يعني من الذكر يمنع من الدخول الإسلام لأنه يعرف إذا دخل في الإسلام ليشهد الخم قَالَ لَهُ الْعَالِمْ أَشْلِمْ وَإِذَا شِعْتُ شَرِبْتَ الْخَارِ قَالَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلْا أَهْلِ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولِي يعني أَشْلِمْ قَالَ لَهُ الْعَالِمْ أَنْتَ الْآنَ مُسْلِمْ إِذَا شَرِبْتَ الْخَمْرِ الْخَلِيفَةَ الْمُسْلِمْ يَجْلِدَكَ وَإِذَا رَجِعْتَ عَنَ الدِّينَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقْتُلَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَّلْ مَا نُكَلِّمُ بِهِ وَنَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ وَالْتَّوْحِيدُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ وإعفاء اللحية لأن الرجل لابد يتميز عن المرأة لأن الرجل لهم كاره نعم لأن الرجل لأبناء النحافظ على هذه الانس جهازة تقدم مع مرأة كبهرة كبهرا لأن الرجل لدينا أفضل ياران بانيومي دعنزو يا كاميري